وفي الجزء الثاني اتكلمنا مع حضراتكم عن موضوع خاص بإصابات رؤوس الأصابع عند الأطفال وقلنا أن هي بتحصل لكل الأطفال تقريباً اللي بتدوا يتعلموا المشي وكنا وقفنا مع حضراتكم قبل الفاصل على طول في ما هي بقى الإجراءات الصحيحة اللي احنا نعملها أول إجراء أو أول تصرف صحيح نعمله هو التلج استخدام التلج أو وضع التلج على الأصابع ودي حاجة مهمة جداً وبالمناسبة دي عايز أنصح حضراتكم بحاجة بيتباع في الصيدليات أصابع كده من التلج يعني تلج كده في هيئة أصابع طويلة بتتحط في الفريزر ودي حاجة كويسة جداً لأنها بتستخدم في الحالات الطرقة اللي زي دي لأنها أولاً بتكون جاهزة للاستخدام ثانياً إن هي ما بتخليش فيه مية تقع على الملابس أو على الأيدي أو على الأرجل أو ما شابه يبقى أول إجراء بنعمله على الإصبع أو المصاب سواء كان في الإيدين أو الرجلين إن إحنا بنحطه في تلج أو بنحط عليه تلج إذا ما توفرش التلج فيه إمكانية برضو الحاجة تانية لا تقل في الأهمية أو في التأثير إن إحنا بننقع الصباع المصاب في مية بردة بس لازم تكون مية بردة فعلاً بعد كده بنلف يعني ده بنقول هياخد قد إيه بياخد من دقيقة ونص لديقتين على الأكثر وخلوا بالكوا إن التلج له تأثير مقلم فإحنا مش عايزين نزود الألم يعني فيه ناس ممكن تقول إيه أسيبه بقى لإن دي حاجة يعني مش هتضر لا التلج في حد ذاته مقلم على الجلد فهو عشان كده بيكون استخدامه limited أو محدود فإحنا بنقول دقيقة أو دقيقة ونص أو على حد أقصى دقيقتين بعد الحكاية دي بنشف الجزء المصاب ده بطريقة بسيطة ما بنفرقش الصباع أو صباع القدم أو صباع الرجل لإنه خلوا بالكواب كل موضوع بيبقى مقلم جداً على الطفل إحنا يدوبك بس بنشفه وإذا كاستخدمنا التلج اللي أنا قلتلكو عليه من البداية اللي بيكون مغلف أصلاً فده ما بيتركش أي مياه خارجية وبنلف الصباع بالشاشة الطبي المعاقم الشاشة العادي خالص بكرة الشاشة اللي بينجبها من الصيدلية دي لازم تكون عندنا في البيت بنلفها كده على الصباع بناخد ممكن صباع جانبي جنبه أو حاجة زي كده مش لازم على الصباع واحد يا المهم إن احنا نتطمن إنه هو متغلف كده ونلفه وما نقردش عليه قوي أو ما نعملوش دعمت قوي بنعمل حاجة تانية أبداً هو ده الإجراء الطبي أو الإسعافات الأولية الأولانية خالص ما بنعملش حاجة خالص ما بنحطش مرهم لأ ما بنحطش مرهم خالص إحنا في الجزء ده ما بنعملش حاجة خالص إلا التلك أو الميا السقعة ثم تغطية الجزء المصاب بالشاشة ما بنحطش مرهم ما بنحطش أي محليل دوائية خالص في الوقت ده تمام؟ ممكن بعد كده على فكرة في طول الوقت إحنا لازم نحاول نهدي الطفل لأنه بكاؤه هيكون متكرر مش هيعيط بس ساعة الإصابة أو ساعة حدوث الإصابة لا هو هيعيط كتير لأن كل لمسة في مكان الإصابة أو كل حركة من هو من إيده حتى لو إيده هو احتكت بجسمه أو بملابسه هتكون مؤلمة جداً